اشتركوا في القناة في عنا نوع من الركود الاقتصادي كنا نحن نحكي عن عام 2000 كنا نحكي عن عام 2008 كان هو سيناريو الحالي الرئيسي من بعد ما كنا نحن نرى تراجعات كبيرة الفترة الوحيدة اللي فعلا سيناريو الهبوط الناعم كان فعلي كان في منتصف التتعينات وكان الغريب او اذا بدي اخذوا بيعان الاعتبار في وقته كان في عنا على قديلة سوق عمل قوي جدا وعم يرتفع نحن بالوقت الحالي كنا نرى تراجع في بيانات سوق العمل من الطبيعي نرى الفترة الوحيدة اذا بده يدعم سيناريو الهبوط الناعم لازم يدعم سوق العمل ومنشاناك نتوقع تراجعات مستمرة لأسعار الفترة مع انه كمان تاريخيا منلاحظ في الاقتصادات الغربية تقريبا 90% من الوقت من بعد تراجع التضخم برجع بيجينا موجة تانية فهل الدلاي موما بين التضخم وما بين سوق العمل رح يستمر رح يكون عم بيحد كمان من قداش قادر الفترة الوحيدة مع الاسواق دون انه مرجع يعطينا كمان موجة تانية من التضخم ضيب فرح من المركز الامريكي الفيدرال الامريكي خلينا نعرج أيضا بالنسبة لبنك المركزي الصيني مع اطلاق حزمة جديدة لعلها قد تجد انفع بعد المحاولات الماضية ولكن هل هي فعلا كافية لاستعادة الثقة بثانية اكبر اقتصاد عالمي هلأ كمان لألك شو الفرق بين المحاولات الماضية كانت بسيطة كانت بالوقت اللي ما كان عندهم الادرة انهم يدعم الاسواق بسيولة مرتفعة جدا رح تكون عم تأثر سلبا على اليوان اللي كان عم يتراجع بشكل كتير كبير في واجه الدولار هلأ صار عندهم مساحة نوعا ما افضل للتحرك مع بداية كمان سايكل تقليص اسعار الفائدة هلأ عم نشوف حزمة تقريبا بحدود الواحد تريليون يوان نعتقد والاسوات اللي عم نسمعها كمان من الحكومة الصينية نحن في حاجة لعشرة تريليون هي تقريبا عم نحكي عن 1.43 أو 42 تريليون دولار بالأسواق الأمريكية كان في 3 تريليون نضخط في الأسواق لتساعد الأسواق ففعلا ممكن نكون عم نبالش نشوف انتعاش لألا ولكن لازم تكون المهم الأهم أن تكون عم تدعم الطلب كنا عم نشوف بيانات الأسبوع الماضي إن كان الطلب إن كان الصناعة إن كان الانمبلويمنت البطالي كل أعلى من التوقعات في الصين فبعض الخطر موجود طبعا فيما يتعلق نوع رجاء أيضا عن الذهب فيما يتعلق بالذاب يتداول عنده مستويات تاريخية في ظل التوترات الجيوسياسية هل هو فعلا بمختصر مستمر في هذا الاتجاه بالاتجاه الصاعد يعني في العديد من الأمور اللي تدعمه طبعا التوترات الجيوسياسية هل عم نبالش نشوف تراجع طلب الصين حتى سويتزرلند كل الأكسبورت طبعا ليأ الذهب يتراجع نوعا ما ولكن لحظنا المملكة العربية السعودية توجهت لشراء الذهب ما كان في عنده هذا الشيء بمخططاته سابقا نوعا ما سيدعم الأسعار حتى الطلب من الهند يبدو كما رح يكون عم يدعم طلب الأفراد من الصين نرى بالنس نوعا ما ولكن نرى البنوك المركزية أو قفت قد تكون متوقعة تراجع لترجع تدخل مرة تانية في موجة الشراء أسعار مرتفعة ملحوظة بنسبة لأسعار الذهب كذلك بنسبة لأسواق النفط هل هي فعلا متجهة أو هذا مؤشر لعودة نمو بالنسبة للاقتصاد العالمي مثل ما نرى أسعار الذهب وأسعار النفط اليوم يعني كلها تكاهونات إلى الآن للنفط نمكننا نرى اليوم مدعم من الصين نتوقع أن الطلب قد يكون مرتفع نكون نرى نوع من الارتداد في الطلب ولكن العامل الرئيسي على النفط المخاوف الجيوسياسي تراجع الدولار فمشان هيك قد يكون محدود ارتداد النفط كمان طيب في بريطانيا هل يكون هناك فعلا في خفض تدريجي وما المتوقع من ناحية الخفض خلال الفترة المقبلة أو اجتماع نوفم بالقادم سريعا طبعا نحن نرى تقليص الفائدة 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس ممكنة جدا ولكن بعدنا بعيدين نحتاج إلى بيانات إن كان عن التدخم إن كان عن سوق العمل اللي يكون في عنا الصورة أوضح ولكن طبعا نتوجه إلى التقليص أكثر في الأشهر القادمة نعم الصورة واضحة فرح مراد محللولة لأسواق المالي دائقوتي شكرا فرح شكرا شكرا